اشتكى مواطنون في قرية النبيهود في محافظة جرش من نقص في الخدمات وعدم أصول مياه الشرب إلى منازلهم رغم مطالباتهم المتكررة للمسؤولين التي لم تجد نفعا ويقول الأهالي إن معاناتهم تتكرر كل صيف مع زيادة الطلب على المياه ما يضعهم تحت رحمة أصحاب سهاريج بيع المياه معانات متكررة يعانيها أبناء قرية النبيهود نتيجة نقص الخدمات وتردي البنية التحتية وعدم وصول لمياه الشرب منذ أكثر من 15 عاما إلا أنها تزداد خلال فصل الصيف مع زيادة حاجتهم لها الأمر الذي اضطرهم إلى شراء المياه من سهاريج باهضة الثمن الذي يعجز عنه كثيرون توفيره في ظل الظروف المعيشية الصعبة بالرغم من مطالبه المتكررة لإجاد حل لهذه المشكلة أهالي المنطقة راجعوا مرارا وتكرارا سلطة مياه جرش متقدمين باستدعاء ولهذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي إجراء لذلك عندنا هنا نقص الخدمات مي ما عندناش إننا ساكنين حوالي 15 سنة من جيب تنكات حسابنا والتنكات ثمنها يعني مرتفع وباهض وما أناش قدرة على تقليف شراء المي لأنه إحنا هنا السقان يا أما متقاعد يا أما موظف بسيط أو فيه ناس ما بشتغلوش يعني مصاريف باهضة في قريةنا هون في عنا نقص في خدمات المياه يعني من عشر سنوات وأنا ساكن هون ما في خدمات مياه أحنا بنشتري مياه شرية ومكلفة وأحيانا بجيبوها لنا يعني ما بتعرف من وين مصادرها ممكن من مناطق ملوثة من سيول ما بتعرفي أو بجيبو لنا أحيانا مياه فيها درجة الأملاح عالية يعني مضرة للأطفال والله يمكن حتى لا تصلح لأعمال البناء والخرسانة أو الزراعة وعننا نقص كمان في يعني فيش طرقات تخدم القرية وسط التوسع العمراني الذي تشهده القرية أكثر من ثلاثين منزلا لا يصلها المياه ولا حتى الخدمات الأساسية وتشهد انقطاعا متكررا للكهرباء أيضا وإحنا هون في هذا الحي نعاني من نقص المياه رغم أننا أكثر من عدة مرات تقدمنا بطلب إلى خلط المياه ولكننا بدون جلوة صارنا حوالي 15 عام بدون مي رغم أن كل منطقة حوالي في هذا الحي تصلها المياه إلا نحن هذا الحي سكان بلدة النبيهود يطالبون بإعادة النظر في إيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم أمام رفض سلطة مياه جرش والبلدية لها منذ سنوات طويلة نقص الخدمات وترد البنية التحتية في قرية النبيهود يزيد من معاناة أهليها التي أضحى تؤرقهم مستشكاو متكرر من السكان نتيجة إهمال المسؤولين سنرقة من المملكة محافظة جرش ينضم إلينا في الاستوديو مدير مديرية مياه جرش السيد داعيد أبو عبد أهلا وسهلا بك أهلا بك وشكرا على الاستضافة وشكرا على التوضيح طيب بداية ما الذي يمنع إقامة شبكة مياه في هذا الحي؟ سيدي نحن في بعض المناطق التي خارج عدود التنظيم هذه المناطق نحن في نظام أو في نظام وتعليمات تحكمنا فيها هذه المناطق إذا أي مواطن قدم الاشتراك مياه يكون على حسابه الخاص طبعا بعد الدراسة يكون تحت إشراف ستة مياه ولكن إذا كان هناك تجمع سكاني يزيد عن 15 منزل مطلوب مننا نعمل دراسة فنية وتحديد وتقدير الكلفة ومن ثم يصار بنا إلى رفحها إلى وزاة المياه والري ومن ثم وزاة المياه والري تقوم بمخاطبة وصارة تخطيط لإيجاد تمويل لمثل هذه المناطق مجرد ما أجانا تمويل نحن نقوم بعملية تنفيذ هل تمت الدراسة في هذه الحالة؟ هذه المنطقة معمولة دراسة ومرفوعة نتحدث عن أكثر من 30 منزل تقريبا هم 15-17 منزل تقريبا هم دراسة تقريبا 15 منزل وطبعا رفعناها وقدرنا الكلفة ورفعناها في إمكانية فنية لتزيده بالمياه ولكن نحن نستنى بالتمويل لكن المواطنين على مدى 15 عام قالوا أنه شكوا لسلطة المياه والمياه جراش ولم يتم سمع لمطالبهم نحن منضبطين أو متزمين بالأنظم والتعليمات الصادرة بموجب قانون سلطة المياه رقم واحد لسنة ألفين أنه أي تجمع سكاني خارج حدود التنظيم يكون على حساب المشترك ولكن كما ذكر في التقرير هي عائلات بسيطة البعض يعتاش على التقاعد البعض حتى لا يعمل صحيح بس حكيت لك أنه نحن متزمين باللظم والتعليمات كالإدارات إذا جاءنا تمويل نحن لا لدينا مشكلة من وزار التخطيط إذا جاءنا تمويل نفذ هذه الشبكات أقل أن لا تقوم السلطة ببيع المواطنين من صهريجها أقل أن لا يشتروا من شركات المياه والتي أغلى سعرا نحن الصهريج الموجودة في صهريج المياه هي صهريج محدودة نقوم بتزويد المواطنين الذين لديهم اشتراكات المياه حال عدم إصال مياه من خلال الشبكة المورفنية نقوم بتزويد هذه الصهريج بالمجان طيب بعد موسم مطري ممتاز في الحقيقة هل سنشهد أيضا في جرش انقطاع للمياه؟ راح تفاجئي بيقولك أن محافظة الجرش تعتبر من أفقر المحافظات المائيا 50% من تزويد المائي يأتينا من خارج المحافظة هناك مصادر القرى الشمالية تزود من محطة الصمت والقرى الشرقية تزود من محطة البيضة التابعة للمفرق وأيضا مرسعة تزود من الزرق إن شاء الله هذا العام لن يكون هناك انقطاعات هناك أوامر وتعليمات من معالي وزير المياه وعطوفة أمين العام المهندسيات حيات بتزويد محافظة الشمال ب500 متر مكعب من مياه الديسة تكون حصة محافظة جرش 200 متر مكعب بالساعة هذه الكمية الـ 200 متر يتم نقلها من محطة أم اللولو إلى خزان الجبل الأخضر بطول خط ناقل تم تنفيذه العام الماضي حوالي 34 كيلو ومن جرش إلى قضاء برمة بطول 20 كيلو متر لأنه قضاء برمة سابقا كان يعاني من نقص حاد لأنه المسطر الوحيد للقضاء هو بير 20 متر وحاليا نحن زودناهم من اعتبار من حسب تعليمات مع الوزير المياه والري اعتبار من واحد رمضان حاليا هم زودنا قضاء كامل قضاء برمة من مياه الديسة وإن شاء الله نتأمل أنه ما يكون هناك أي قطاعات مع وجود هذه الكمية الإضافية طيب عددات المياه يعني أيضا المواطنين يشتكون من عددات المياه بأنها لا تقوم بعملها كما يجب ما السبب؟ حاليا في عطاء استبدال تقريبا 14 ألف عداد داخل محاطة جرش وهو ما نسبته حوالي 48% من عددات الموجودة وحاليا تقريبا المقاول بنهاية المشروع طيب عندما سألتك عن نقص شبكات المياه في بعض الأحياء قلت أن المشكلة نقص في التمويل هل هي المشكلة الوحيدة أم هناك مشاكل أخرى في مختلف المحافظات وليس فقط في هذا الحل؟ حكيت قبل شوية هي المناطق الخارج التنظيم تقريبا المناطق التنظيم عني حوالي 1-30 تجمع سكاني داخل محافظة جرش وتحتاج إلى حل يعني حل جذريك الحقيقة تحتاج إلى حل قلت لك إذا بدأت تمويل من وسائل تخطيط أعساس أن نقدر نفذ هذه الشبكات أما باللسبة للشبكات الحالية هناك في شبكات قديمة وهناك خطة لاستبدال هذه الشبكات تقريبا حاليا خلال الشهر تم تشغيل شبكة الجبل الخضر الفوقة وتم استلام وتنفيذ وتشغيل شبكة جبا وقريع وأيضا شبكة ديرليات خلال هذا العام وأيضا هناك حاليا خلال الأشهر القادمة سوف نستلم مشاريع بملد بريلة وريمون والخشيبة أيضا هناك خطة مستقبلية أو عاجلة تقريبا هذا العام سوف يتم تنفيذ الشبكات تقريبا بقيمة أربع مليون دينار من خلال مشاريع اللامكازية شكرا لك مدير مديرية مياه جرش سيد عيد أبو عبد شكرا جزيلا لك شكرا لك